القوي المتين القاهر الجبار قاهر أنف الجبابرة ومذل أنوف القياصرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وقرة أعيننا محمداً رسول الله رسول الإنسانية للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين صلى الله عليك وسلم سيدي يا رسول الله إلى يوم أن نلقى الله ثم أما بعد فما زال صوتها مرتفعاً ما زال يغطي صوتها على كل صوت ما زالت رح الحرب تدك بقوتها بسمات الأطفال ما زالت جسس المسلمين تتناثر تحت القصف ما زال صوتها مرتفعاً ويبدو من القراءة الأولى أن صوتها سيظل مرتفعاً أياماً أخرى بل ربما تصل إلى أشهر أخرى فلا صوت يعلو فوق صوت المعرك أيها الأحبة الأكارم ومع ما يجده الإنسان من غصة في حلقه وانكسار في كلماته إلا أن قراءة متعجلة للوضع الراهن قراءة لأحداث نعيشها جميعاً ونتابعها وأقول إنها قراءة متعجلة تضع بين يدي حضراتكم خمس حقائق حقائق تبرز نفسها وتعرب عن موقفها في هذه الحرب التي داست بغشميتها بسمات الأطفال وضربت بقوة عن جهيتها النساء الحوامل أيها الأحبة الأكارم إنها حقائق خمس جئت اليوم سريعاً لأضعها بين يدي حضراتكم كقراءة لهذا المشهد الذي لم نره في هذا الجيل لم نعشه لم نرى له نظيراً ولا مثيلاً منذ أكثر من مئة عام ويزيد تعرفون وواضح وفي شريف علمكم عن ماذا أتحدث لكن أريد أن ننتبه جميعاً لهذه الحقائق الخمسة فإنها حقائق من شأنها أن يعرف الإنسان وأين هو لا أقصد الإنسان هنا على عمومه إنما أقصد الإنسان المسلم وأحرف إلى الإنسان المصري على وجه التحديد أيها الأحبة الأكارم مستعد فإني أبرز بين يدي حضراتكم هذه الحقائق الخمسة أضعوا الحقيقة الأولى بين يدي حضراتكم بكل قوة بعد أن تسمعون الصلاة على الحبيب المصطفى أيها الأحباب الحقيقة الأولى إن عدونا وعدو المسلمين وعدو العرب وعدونا الذي حدد القرآن عدوته ونص عليها بآيات محكمات لا كلام بعدها إذ قال ربي لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشره الحقيقة الأولى التي برزت من هذا المشهد الذي نتابعه في هذه الأيام أن هذا العدو مع حقارته ونذالته وخسته هذا العدو المتغطرس مع نذالته وحقارته وخسته عدو ضعيف والله إنه ضعيف خمسا وثلاثين يوما اليوم يقصفون من الجو وبعدها يدهسون البيوت بهذه المركبات الغبية التي لا ترى أمامها خمسا وثلاثين يوما ومع ذلك لم يحددوا هدفا واحدا من الأهداف التي أعلنوها إن هذا لعمري عدو ضعيف يتكلم بكلام لا يستطيع أن يحققه هذه حقيقة أبرزت نفسها في هذه الأيام وماذا أستفيد أنا وأنا المسلم المصري من هذه الحقيقة أستفيد منها أن لا أخاف وأن لا يقع الوجل والاضطراب في القلوب كما هو حادث على مدى مئة عام صدروا لنا أيها الأحبة الأكارم أن عندما لم يعرفه أهل الأرض وأنهم يستطيعون أن يلتقطوا دبانة بين شعب كامل وكان هذا من الحقائق التي أرادوها أن تكون حقيقة في عقول الجيل ولكن الحرب أثبتت أنها كذبا وأنهم أضعف مما تتخيلون وربي سبحانه وتعالى ذكر هذا في كتابه لكننا لن ننتبه قال ربي سبحانه وتعالى لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر ثم أشار إلى ضعفهم يا سادة تحسبهم جميعاً الله تحسبهم جميعاً تظنهم يقاتلون يداً واحداً وقلوبهم شتى متفرقة وما داموا متفرقين قلوبهم شتى فهم ضعاف وأنا أثبت لكم واحدة من أهم ملامح ضعف هذا العدو يا سادة حينما يفقد العدو إنسانيته حينما لا يدرك حقيقة الإنسان ويعامل الإنسان على أنه حيوان أو دابة أو بهيما فإن هذا شخص ضعيف لا يستطيع أن يفرق بين هدف حقيقي وهدف مزيف نعم فقد العدو إنسانيته إذ يرى الأطفال يموتون ليل نهار ويرى العجائز والحوامل يموتون ليل نهار لا يفرق بين عدوه الذي يقاتله وبين الأطفال والعجائز والمدنيين والنساء فهذا عدو فاقد للإنسانية في المقام الأول ورسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا أدباً حتى للحرب فكان إذا أرسل صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليها واحداً من أصحابه أرسلها لحرب يوصي وهو نبي الإنسانية عليه الصلاة والسلام يوصي قائد الجند أن لا تقتلوا امرأة ولا طفلاً ولا رجلاً لا يحارب ولا تقتلوا راهباً في صومعته ولا تغيروا على الناس بليل لا تقاتلوا الناس وهم نيام الأنموزج الإنساني الحقيقي في الحبيب المصطفى نعم إنسانية الإنسان عرفها الإسلام هذا لأنه دين قوي ومنهج متين وأما هؤلاء فضعفاء ليس لهم منهج ولا مبدأ ولا قيمة لأنهم فقدوا معنى الإنسانية وإذا ما فقد الإنسان معنى الإنسانية تتحول إلى دابة عجماء أو إلى حيوان كاسر لا يعرف متى يتكلم ومتى يسكت واحد من أهم معالم ضعف العدو يا سادة إنه لا يتعامل بطريقة إنسانية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الذي علم الإنسانية معنى الإنسانية فلا تقتلوا شيخاً في صومعته ولا تغيروا على الناس بليل لا تقاتلوا الناس وهم نائمون أما الآن فنرى القصف على رؤوس الأطفال والشيوخ على رؤوس دور العبادة والمستشفيات يقتلوا الناس بالليل وهم نائمون فأين القوة وأين الضعف أين القوة التي في تعليمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين الضعف الغاشم الذي عند هؤلاء الذين أثبت الواقع ضعفهم وأثبت هوانهم وأثبت بعدهم عن الخط الإنساني الصحيح نعم أيها الأحبة الأكارم إنها حقيقة تعرف عن نفسها حقيقة تقول إننا أمام عدو ضعيف فلا تخافوه ولا تخشوه وإذا ما هبت رياح قوة الإيمانية فاعلموا أنهم يتساقطون مثل الذباب الحقيقة الثانية ولكن قبل أن أبرح مكاني هذا أريد أن أضع بين يدي شبابنا ورجالنا وكل من يسمعون القوة في الإنسانية والضعف في إهداء قيمة الإنسان وعدونا أحضر قيمة الإنسان إذا ما قتل لهم شخص قامت الدنيا ولم تطعوا أكثر من عشرة آلاف شهيد قتلوا من المسلمين حتى الآن ولم يطرف لهم جفن ولم تحتز لهم ماصية أيها الأحبة الأكارم نحن أمام عدو ضعيف ورثوا أبناءنا هذه الجملة إن عدونا ليس بالأمر الذي يعتد به ويكفينا قولة الحبيب المصطفى نعم والله إنها لمن باب السلوى حينما وقف أبو سفيان بعد غزوة أحد وجميعكم بفضل الله يحفظوا هذه الجملة وقف أبو سفيان بعد غزوة أحد شامتاً في المسلمين الذين انكسروا أمام جيش الكفار وأخذ يشمت ويبرز لسانه للمسلمين ويقول يوم بيوم يوم بيوم أعلهباً يوم بيوم فلما وجد النبي الكافر يشمت قال رسول الله ألا تردون عليه قالوا بما نرد عليه يا رسول الله نرد عليه وعلى أمثاله من أعداء الضعف والهوان إلى يوم القيامة قالوا يوم بيوم قلنا كيف نرد عليه يا رسول الله قال قولوا ليسوا سواء ليسوا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار هذا عدو ضعيف يا فادة ورث الجيلة أن المعلومة التي انتشرت أن هذا عدو لا يقهر وأن عندهم ما يخطف سن الدبوس من بين شعب لا عدد له هذا كله كذب وهذا الكلام يأخذني إلى الحقيقة الثانية أقولها بعد أن توحدوا الله وسامحوني فإنها رسالة في غاية القوة ومتى نتكلم إن لم نتكلم في هذه الأيام يا أيها الأحباب حقيقة برزت على السطح أعربت عن نفسها إن إعلامهم كاذب وإنهم يبثون الأراجيف والأكاذيب هذا يعني أنهم على مدار مئة عام يغسلون أدمرة الجيل ويصدرون لهم الكذب البواحي ونجري خلفهم جريان الزامع خلف الماء البارد لا بد وأن ننتبه أن كل ما يأتيك من إعلامهم فهو كاذب وأن كل آلة إعلامية يقف خلفها الصهاين والأمريكان فإنها آلة إعلامية كاذبة لا تعطيها عقلك لا تجعلها مصدرا لثقافتك ولا لمعلوماتك فإن الواقع أثبت أنها إعلام أن إعلامهم إعلام كاذب الحقيقة الثالثة بعد أن ترفعوا أصواتكم بلا إله إلا الله أيها الأحبة الأكارم ها قد ذكرتم جميعا قولة التوحيد وقلتم لا إله إلا الله فإن الواقع أثبت وأبرز الحقيقة الثالثة وهي في جملة واحدة يا أيها المسلم لا تستهن بنفسك فأنت موحد فأنت موحد سماني آلاف شخص يختبئون في الأنفاق لم يستطع كسرهم مئات الآلاف ممن يدججون بالسلاح فلا تستهن أيها المسلم بنفسك ولا تستهنوا بديننا وبتوحيدنا فإذا قال موحد بنفس حار يا رب تغير الحال فإذا قال مؤمن موحد بنفس حار لا إله إلا الله فإن هذا يهد كيام العدو كان شعار المسلمين يوم أحد 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 وكان شعار المسلمين يوم الأحزاب حاميم لا ينصرون وكانوا أحزابا متكأكئة على المسلمين وبلغت القلوب الحناجرة وظنوا بالله الزنونة وكما ذكر القرآن زلزلوا زلزالا شديدا ولكن لم يستهن النبي بنفسه ولا بأصحابه لأنهم كانوا موحدين يعرفون الله فكانوا يرددون جميعا بلفظ واحد حاميم لا ينصرون مهما قتلوا من الأبناء والرجال والشيوخ فحاميم لا ينصرون هذه هي الحقيقة الثالثة لا تستهن أيها المسلم بنفسك واعلم أن لك ربا على كل شيء قدير الحقيقة الرابعة فارقٌ كبيرٌ يا أحبابي بين من يقاتل لعقيدة وبين من يقاتل بغير عقيدة نعم كما قال الذي نظر إلى أهل بدر مع رسول الله وكان من الكافرين رأى سلاسمعت رجل خلف معه وحوله رسول الله فقال الرجل يا أهل مكة لقد رأيت مواضح يسرب تحمل الموت الناقع والله إني رأيت أقواما يحبون الموت أكثر من حبهم للحياة عقيدة الذي يقاتل عن عقيدة ليس كمن يقاتل مرتزقا أو ليعطى حفنة من المال فإنه يهتز وقد سمعت اليوم جملة هزت عقلي وقلبه قال دباباتهم أصبحت بفضل الله نعوشا متحركة فإن جنودهم قتلوا في داخل دباباتهم هذه حقائق أربعة أبرزت نفسها وأعربت عن نفسها في هذه الأيام فتعالوا لنتعلمها سويا ولنضعها في عقولنا وقلوبنا هذا لأجل المرحلة القادمة والتي بعدها والتي بعدها إلى يوم اكيامة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سألوا ربكم العافية أستجب لكم والتأتيب من الذنب كمن لا ذنب له الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتب النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد فيا أيها الأحبة الأكارم عدو ضعيف فقد إنسانيته هذه هي الحقيقة الأولى إعلام كاذب يبث الأراجيف والأكاذيب هذه الثانية يا أيها الموحد لا تستهن بنفسك فأنت عبد لمن في يده مقاليد كل شيء فقل لا إله إلا الله يا أيها الأحباب أيها الأحبة الأكارم فإن الحقيقة الرابعة تصرخ بأعلى صوتها لتقول لا تستهينوا أيها المسلمون بأنفسكم فإن ربنا يغير ما بين طرفة عين وانتباحتها من حال إلى حال أما الحقيقة الخامسة والتي أختم بها لقاء هذا أيها السادة إذا نظرنا على المستوى العام والمستوى الخاص يعني في أحداث حياتنا الشخصية نجد هذه الحقيقة صادعة وصادحة صدوح الشمس في كبد السماء الحقيقة الخامسة ما يقدره الله يكون ما يحكم به ربي يسير على الكافر والمؤمن وإني سائلكم بالله سؤالا آه الله مطلع على حالنا وهذه الأحوال هل يستطيع أن يبدلها في طرفة عين فما قضى به ربي يكون فلا يُصيبن واحدٌ منا إحباطاً ولا نفسية تضعف لأن قضاء الله سارٍ في المسلمين وهذا واحدٌ من أهم أسباب قوتهم وإنسانيتهم أن يؤمنوا أن ما قدر الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقع كما قدر وكل أمرٍ بالقضاء والقدر وكل مقدورٍ فما عنه مفر اللهم أحسن فينا قدرك يا رب العالمين اللهم أجلنا وأجل بنا الخير يا رب العالمين اللهم ارفع المقت والغضب عن أمة سيد العالمين اللهم انصرهم على عدوهم اللهم رد المسلمين إلى دينهم رباً جميلاً ربنا عافنا واعف عننا اللهم عافنا واعف عننا ومن شرور خلقك سلِّمنا وعلى غيرك لا تكنّا اللهم على الإيمان الكامل وسنة الحبيب المصطفى جمعاً توفنا وأنت راضٍ عننا اللهم أحسن خواتيمنا اللهم وأحسن خواتيمنا اللهم واجعل عبادك مصطفين لطاعتك يا رب العالمين اللهم ألنا في عدونا يوماً كيوم عادٍ وثمود اللهم أرسل عليهم طيراً أبابين تجعلهم يا ربنا كالعهن المنفوش ربنا دعوناك دعاء المضطرين وأنت أرحم الرحيمين فلا تردأ كفاً خائبةً يا رب العالمين اللهم كلنا ولا تكن علينا ولا تؤاخذنا بذنوبنا وتقصيرنا اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وعيوبنا وتقصيرنا وكلنا ولا تكن علينا وانصرنا على أنفسنا وعلى القوم الكافرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم ورحم الأموات إنك حي طريب مجيب الدعوات يا رب العالمين عباد الله اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم وأقم الصلاة